السودان 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 بتربطها بمصر علاقة شديدة المتانة شديدة القوة إلى أبعد حد ممكن يصل إليه خيالك مش بس المنطق إلى أبعد حد يصل إليه خيالك تعالى ناخد الموضوع السوداني واحدة واحدة عشان تبقى أنت فاهم أهمية اللي بيحصل يعني أهمية مؤتمر القوى السياسية الوطنية اللي موجود في القاهرة إحنا بتربطنا بالسودان أو عندنا حدود مشتركة بالسودان أكتر من 1200 كم حلو؟ طيب علاقتنا بالسودان هي علاقة التاريخ علاقة الجغرافيا علاقة العادات والتقاليد المشتركة في أحوال عدة وليست قليلة على الإطلاق علاقة مصر والسودان مش بس علاقة دولتين احنا بنتكلم على علاقة شعبين ضاربة فعلا في جزور التاريخ لدينا تاريخ مشترك طويل جدا إلى أبعد حد ممكن طيب من ناحية أخرى أنا أتذكر كويس جدا جملة كنا بنتعلمها في المدرسة وإحنا صغيرين في ابتدائي الجملة دي كان اسمها التكامل بين مصر والسودان حلم عظيم كان بيربط البلدين متعلق بمسألة التكامل ما بين البلدين التكامل على مختلف الأصعيدة من لا يعلم السودانيين كويس علينا أن نعلمه بالآتي السوداني بني آدم طيب إلى أبعد الحدود عنده نهم معرفي يخض السوداني عنده نهم معرفي يخض السودان شعب قارئ أو السودانيين شعب قارئ وقارئ للتفاصيل ومتابع لأي شيء حواليه أو مرتبط بيه أو قد يلمس ولو من بعيد بأمر يهمه دي نقطة النقطة التانية أنا أكلم أكينا على الشعب ككل بقى تعالى ننتقل إلى النخب المثقفة السودانية واللي هي نخب مثقفة ثقافة موسوعية بالغة العمق بالغة العمق الناس اللي تعرفني كويس بتعرف حجم محبتي وانحيازي طول الوقت لنفسي مش يوصف لكن لنفسي أنا كشعب مصري أنا دايما بتكلم بهذه الصيغة إحنا أكبر وأهم وأعظم حضارة عرفها التاريخ وإحنا أحسن شعب في الدنيا كلها ده شيء طبيعي حد يتكلم عن شعبه بالطريقة دي حد يتكلم عن وطنه بالطريقة دي هتلاقي السوداني بيتكلم كده هتلاقي السعودي يتكلم كده هتلاقي العراقي يتكلم كده السوري يتكلم كده الفرنساوي يتكلم كده كل واحد يرى نفسه أنه هو يعني ملك ملوك شعوب الأرض كشعوب فتخيل لما أنا بقولك أهو بكل هذه الانحيازات المنطقية والعاطفية معا بقولك السودانيين نخب المثقفة اللي عندهم مثقفة ثقافة موسوعية تخد تعالي هقولك على حاجة تانية بقى النخب السياسية اللي عندهم محترفين عمل سياسي السوداني بيقرى كتير هو الشعب نفسه بيقرى كتير جدا جدا السودانيين يعرفوا عن مصر ما قد لا يعرفه الكثيرين عن مصر ده من الآخر النخب السياسية تحديدا بقى هنا عشان هنحن نتكلم على هذا المؤتمر النخب السياسية السودانية آآ نخب متعلمة كويس جدا 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 النخب السياسية السودانية بتفهم كويس جدا النخب السياسية السودانية انحيازها الوطني بالغ العمق بالغ العمق طيب هل ما يحدث في السودان بسيط قطعا لا هل ما يحدث في السودان خطورته متوسطة لا ما يحدث في السودان خطورته بالغة داهمة طيب ليه السودان بلد كبير وبلد مهم بلد كبير وبلد مهم بلد كبير من الحيز الجغرافي وبلد مهم بسبب عمق الحضارة والثقافة السودانية وبلد مؤثر في محيطه الواسع محيطه الافريقي مؤثر جدا جدا طيب إذن أي خطورة أي صراع يحدث في السودان هو مش بيأثر على السودان في الداخل فقط ولكن يؤثر على عموم القارة أنت قد يقتنع البعض بذلك البعض غير مقتنع بذلك الحقيقة مش دا المهم لأنه الواقع أهم الواقع بيقول أنه ما يحدث في السودان داهم الخطورة على القارة بالكامل فما بالك بحجم الخطورة اللي تبقى بتهدد دولة العمق الاستراتيجي السوداني اللي هي بالنسبة لنا احنا برضو عمقنا الاستراتيجي المصري طيب اتنين البلد اللي بتربطها أكتر من 1200 كيلومتر البلد اللي لديه أواصر النسب وتمتد له جزور مئات السنين مئات السنين إن لم تكن آلاف ما بين الشعبين قبل ما يبقى فيه مفاهيم معروفة للدول بشكلها الحديث وعليه هتلاقي أنه القيادة السياسية هنا ألا وهي فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده اهتمام حقيقي أصيل عميق بما يحدث في السودان حلو؟ أولا علشان عاوز استقرار السودان يعني عنده رغبة أصيلة حقيقية كاملة مخلصة إن السودان لازم يستقر لازم يستقر طيب اتنين أي شيء بيحصل في السودان هيأثر علينا سلبا هيأثر علينا إيجابا هيأثر علينا بصوا جماعة إحنا بنتكلم على قضيتنا المركزية ألا وهي قضية فلسطينية مظبوط؟ جميل طيب كل اللي بيحصل خلال من 7 أكتوبر على سبيل المثال وحتى هذه اللحظة على سبيل المثال وحتى هذه اللحظة في فلسطين متعلق بحدود ما بيننا وما بين فلسطين اللي هي غزة يعني قطاع غزة هو حدودنا المشتركة مع الدولة الفلسطينية طيب الحدود دي قد إيه؟ 14 كيلو متر اللي ما بيني وما بين فلسطين إنت متخلل 14 كيلو متر دول إحنا عندنا اهتمام بيوم إلى أي مدى وفي نفس الوقت أي قلاقل أي توتر أي صراع ما حصل زي دلوقتي أو أي مدابح في منظوري من اللي بتحصل دلوقتي تجاه الشعب الفلسطيني شوف بقى أنا اهتمامي بيها عامل إزاي وبالتالي بتشوف مصر إزاي بتتحرك في الملف 14 كيلو فما بالك بأكتر من 1200 كيلو إذن لو حبيت تحسب معدل الخطورة احسبها بالنسبة والتناسب نسبة الـ 14 كيلو للـ 1200 حد هيجي يقولك لأ ما تتحسبش كده لأن القضية في فلسطين قضية مختلفة صح هي القضية مختلفة جدا نتكلم على شعوب جات من شرق أوروبا حتى تستوطن وتدبح المواطنين الأصليين أشققنا الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم تتبحهم وتنهيهم وتستولي على أراضيهم ده أصل اختلاف اختلاف لو صح تعبير الخطورتين لكن هل ده معناه مصر بالمناسبة مصر بالمناسبة لا تتوانى للقوة السياسية السودانية مصر بتستضيف هذا المؤتمر لأنه مصر عاوز حل عاوز الموضوع يتحل حلوها ما بينكم وما بين بعض طيب مؤتمر اتعامل قوة السياسية بتقابلت جلسوا على الموائد تحدثوا إلى آخره شكرا